مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها لأول عربة عسكرية مغربية الصنع ستبصر النور قريبا حيث كشفت شركة فار جروب المغربية المتخصصة في الصناعات العسكرية عن أول عربة عسكرية محلية الصنع تحمل اسم الأسد الأفريقي وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة وهي أول شركة مغربية في الصناعات الدفاعية يوسف منظور في شريط فيديو ترويجي عن عزم أشركة تقديم أول عربة عسكرية مغربية الصنع باسم الأسد الأفريقي وذلك خلال الملتقى الدولي للأيام الصناعية في نسحته الخامسة التي ستنظم في مدينة طنجاء شمال المغرب تحت عنوان الاستثمار الصناعي محرك التشغيل والازدهار الاقتصادي المنتظر لتنظيمه يوم 28 و29 أبريل نيسان الجاري ويأتي الكشف عن قرب تقديم أول عربة عسكرية مغربية ليترجم سعي الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنها من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة وهو السعي الذي تولت بشأنه إشارات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية لتكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية ويبقى من أبرز تلك الإشارات الأمر اليوم الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس للجيش في 14 مايو أيار 2019 بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيسه وأكد فيه أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرنامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في كل الميدان العسكرية والأمنية على المستوي الأفريقي والدولي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارع في ميدان الأمن والدفاع وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل عن الشركة المصنعة التي ستصنع المركبة العسكرية التي يملكها يوسف منظور وما هي أفاق التعاون العسكري المغرب الأمريكي خاصة في مجال توطين الصناعات العسكرية في المغرب وما هي أهم القطاع العسكرية التي ستصنع في المغرب قريب كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أنا حمدي القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين أنني أنشأت صفحة أنستغرام شخصية جديدة تحمل اسمي حمدي القروي والتي ستمكنكم من التواصل مباشرة معي شخصيا سواء لتقديم مقترحاتكم لموضوع حلقاتنا القادمة أو للاستفسار عن أي معلومة تم تقديمها سابقا في هذه القناة وسأكون سعيدا بالإجابة عن مقترحاتكم تجدون رابط انستغرام الشخصي في صندوق الوصف وبطبيعة الحال اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل مهوى جديد إذا كنتم أول مرة تشاهدون حلقاتنا ونعود إلى موضوع الحلقة يذكر أن المجموعة الأمريكية فارغروب افتتحت فرعا تابعا لها بمدينة طنجة عام 2018 وتعود ليوسف منظور وهو أمريكي من أصول مغربي تدرجة في الرتب العسكرية في الجيش الأمريكي كما أن له تكوين أكاديمي عسكري أمريكي الذي خول له الحصول على خبرة واسعة في مجال الدفاع العسكري الأمريكي إضافة أنه تقلد عددا من المناصب القيادية في الشركات الأمريكية وهذا ما يعول عليه الآن المغرب فهو يسعى في هذه المرحلة إلى استقطاب الكفاءات من كافة أرجاء العالم نفتتاح مصانع لهم داخل المملكة المغربية خاصة المغاربة بالخارج وهذا ما نجح فيه الآن في مجال السيارة المدنية عبر صناعة سيارة نيو كما يوجد أخبار عن جلب علامة إكسنام للمغرب وللعلم هي علامة مغربية 100% ومبتكر هذه السيارة هو مغرب وهو فوزي النجاح وكان بالفعل تمكنها من صناعة سيارة تعملوا بالهيدروجين وللعلم تمكن المغرب من توطين صناعات الطائرات مثل الأباتشي في المغرب ولقد خصصت لكم حلقة يمكنكم متابعتها ستجدون رابطها في صندوق الوصف كذلك في ذات السيارة كشف الخبير المغربي محمد شقير أن المملكة ترهن على نوع خاص من التصنيع العسكري الذي يتمثل في الطائرات بدون طيار إلى جانب تطوير بعض أنواع الطائرات المقاتلة كـ F5 و F16 وكذلك بصدد تصنيع صواريخ جو جو قصيرة المدى ويرتكز المغرب بشكل أساسي في تطوير صناعاته العسكرية على الشركات التي يربطها مع دول متقدمة في هذا المجال وحسب مصادر محلية فأن الطائرات بدون طيار التي سيستغرق تصنيعها في المغرب عدة أشهر ستعمل على أداء مهمتين أساسيتين الهجوم والاستطلاع مبرزة أن من شأن هذا المشروع أن يجعل من المغرب من أول دول قارة أفريقيا التي تنتج طائرات بدون طيار كما سيجري بناء أنظمة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لتسليح الجيش المغربي بتقنيات جديدة أكثر حداثة وفقا ما كشفت عنه في وقت سابق مجلة الطائراء الإسباني ويعود هذا التطور المغربي في مجال التصنيع الحربي بدرجة أولى إلى ميزانية الدفاع المغربية الضخمة والتي شهدت مستوى قياسي جديد حيث تجاوزت حدود 17 مليار دولار وفق قانون المالية لسنة 2023 بالإضافة إلى توفر الأموال يوجد إرادة سياسية مغربية متجسدة في أعلى هرم السلطة المتمثل في العاهل المغربي محمد السادس والذي حث مؤسسات الدولة على التصنيع المحلي في المجال العسكري كما أظهرت المحادثات التي جمعت في 2 أكتوبر 22 2020 المسؤولين العسكريين المغاربة مع نظرائهم وخاصة وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبير بمناسبة التوقيع على وثيقة خريطة طريق لأفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع بالنسبة إلى العشرية المقبلة 2020-2030 عن سعي الرباط لتوسيع مجال هذا التعاون ليشمل المرة الأولى التصنيع العسكري من خلال اقتراح الجانب المغربي تعزيز التعاون العسكري مع واشطن عن طريق النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع وفي يوليو تموز 2022 أعلن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب عبدالطيف الويدي خلال زيارة رئيس أركان الجيش الأسرائيلي السابق أفيف كوخافي إلى الرباط أن بلاده مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية بالمغرب وذلك في أفق إرساء أسس صناعتنا الدفاعية وإلى جانب التوجه للتعاون العسكري عملت الرباط في سعيها لفتح أبواب التصنيع العسكري في البلاد عبر توفير ترسانة قانونية لتسهيل هذه الصناعات حيث أقر المجلس الوزاري المنعقد 28 يوليو حزيران 2021 برئاسة العهل المغرب محمد السادس مشروع مرسوم يخص تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وتحديد كيفية ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها وكان المغرب قد أقر قانونا في يوليو 2020 يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع ومنح ترخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن ويسمح أيضا بتصديرها إلى دول أخرى ويعتبر هذا القانون أقوى الإشارات على توجه الرباط نحو بناء صناعات عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار ويجنبها ثقة لتكاليف الصفقات العسكري ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء دفعته إلى تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة وتنويع مصادر التسليح حفاظا على نوع من الاستقلالية بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعات عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة وخفض تكاليف الصيانة بإنشاء مواقع عدة لصيانة المعدات العسكرية وخلال السنوات الأخيرة أبرم المغرب عدة اتفاقيات مع عدة دول وازنة في مجال الصناعات العسكرية من أجل شراء براءات الاختراع ومن أجل توطين عدة صناعات عسكرية خاصة فيما يخص الذخائر والأسلحة الخفيفة وكذلك وجدنا المغرب يتحرك مع عدة شركات وازنة في مجال الصناعات الحربية من أجل صناعة بعض المركبات العسكرية وكذلك بعض رجمات الصواريخ وبعض الأسلحة متوسطة القدرات العسكري وهذا يدل أن المملكة المغربية الآن تتحرك في الطريق الصحيح لأن من لا ينتج سلاحه ولا ينتج غذاءه لن يكون له استقلاليته والمغرب يعي هذا جيد لذلك وجدنا المغرب حاليا يتقدم بخطة حثيثة من أجل تسريع الصناع العسكري داخل المملكة المغربية صحيح أن للمغرب شبكت علاقات دولية محترمة من أعلى تراس خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية وأكبر مصدر لأسلاح في العالم لأن المملكة المغربية تعلم أنها في حال وقعت حرب لقد دار الله في المستقبل فأن أمريكا وعدد دول أخرى يمكن أن تتلكأ في إرسال بعض الأسلحة إلى المملكة وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على مجريات الحروب التي يمكن أن تخذها المملكة المغربية مستقبلا لذلك المملكة المغربية الآن تقوم بخطوة استباقية من أجل توطين تلك الصناعات في المغرب وتنتج هذه الأسلحة إلى ما لا نهاية ولا تبقى مرتهنة بدرجة كبيرة إلى حلفائها الاستراتيجية وأنا أؤكد أن هذه السياسة هي سياسة صحيحة مئة في المئة لأنك حينما تقوم بأصناع فإنك تضرب عصفرين بحجر واحد أول شيء أنك تضمن السياسة لأنك تستطيع أن تدير أي حرب مستقبلية لأن لديك القدرة التصنيعية على إنتاج الأسلحة التي تحتاجها لذلك أعزائي المشاهدين المغرب حينما يقوم بصناعة هذه المعدات العسكرية سواء العربات العسكرية أو الصواريخ جو جو أو حتى الطائرات بدون طيار فإنه يرسل برسالة إلى أعداء المملكة أننا قادرون على إدارة الحروب المستقبلية إلى وقت طويل ولن نكون مرتهنين أو في حالة تباعية أو في حاجة لأي دولة أخرى في حال نشبت حرب في المنطقة بالإضافة إلى هذا حينما تقوم بتصنيع هذه الأسلحة فإنك تكون كوادر مغربية يمكنها أن تطور أسلحة مستقبلية غير تقليدية بالتالي سوف تنشئ بنية صناعية أخرى عسكرية بعكس البنية العسكرية التي تم تصنيعها في عدة دول أخرى التي تقوم فقط على التركيب بينما في المغرب تقوم البنية الصناعية الحالية على التصنيع الفعل لأن المغرب حقيقة قطع أشواط مهمة في مجال التصنيع المدني خاصة الرقائق الإلكترونية، السيارات، الطائرات وحتى صناعة الفضاء وكنت قد خصصت حلقات حول هذا المجال إذن أعزائي المشاهدين تكوين الكوادر المغربية تحقيق الاستقلالية للجيش المغربي وأهم نقطة كذلك عدم استيراد تلك الأسلحة مجددا مما سيعني أن الدرهم المغربي سوف يحتفظ أكثر بقيمته لأنك حينما تستورد أسلحة من الخرج فإنك تدفع بالدولار وبالتالي قيمة الدرهم المغربي تنخفض والسلاع الحياتية في المغرب ترتفع نسبيا نظرا لتدهور قيمة الدرهم المغربي بشكل طفيف وهذا يؤثر على حياة المغرب إذن لحظنا كيف مجرد التعويل على التصنيع العسكري كيف يؤثر على الحياة اليومية للمغاربة كيف يساهم في استقلالية الدول وكيف يساهم في تحقيق الأمن العسكري والأمن الاستراتيجي لأي دولة في العام أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة الخامسة بعد الزوال بالتوقيت جرينتش كان معكم حمد القروي برنامجكم عرب شو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر